وكأنها كرة ثلج أو نار تعظمت لتسقط على العراق حاملة كل فساد الدنيا ولصوصها وليس جزافا هذا الوصف بالنظر إلى الأرقام الفلكية لقضايا الفساد المالي والإداري في البلاد ملف النفط أحد أبرز القضايا التي تتكشف تباعا خفاياها ليست السرقة وحدها المخجلة المخجل حقا أن دولا أخرى هي من تحقق وتقاضي متهمين بالفساد تعاملوا مع مسؤولين في العراق فأودع السارق السجن في بريطانيا بينما شريكه يحكم في العراق محكمة بريطانية قضت بسجن بول بوند مدير مبيعات سابق لدى شركة SBM أوفشور الهولندية بعد إدانته بدفع رشا لمسؤولين حكوميين في العراق للاستحواذ على عقود النفط لم تعلق هيئة النزاهة على الأمر كما رفضت وزارة النفط الحديث عنه في تفاصيل القضية التي استمرت تحقيق فيها خمس سنوات فقد تواطأ بوند مع مسؤولين كبار في العراق إبان فترة نور المالكي لحالة مشاريع طاقة لشركته دفع مقابل ذلك نحو المليون دولار بوند لم يكن الوحيد فقد أدين عقب سجن باسل الجراح مدير أونا أويل السابق بالإضافة إلى آخرين أدينوا بدفع خمسة وعشرين مليون دولار على الأقل كرشا عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين في العراق للحصول على العقود النفطية كل تلك التحقيقات يعنى بها العراق بالدرجة الأولى إلا أن هيئة النزاهة اكتفت عام 2017 بالقول إنها تتابع الأمر كما أن الشركة البريطانية أونا أويل ولايتين أوفشر الإسترالية لا تمتلكان مقرات في بغداد فيما أكدت مصادر مطلعة أن الشركتين أغلقتا مكاتبهما عقب بدء التحقيق في لندن تبدو الرغبة الحكومية بكتمان الأمر وتسويفه واضحة لا سيما أن جميع المسؤولين الحكومين متورطون بالفساد فكشف ملف دون آخر قد يسبب أزمة سياسية متفاقمة لا سيما أن أصابع الاتهام توجهت إلى حسين الشهرستاني وزير النفط في حكومة المالكي التي تسببت بضياع مليارات الدولارات في أكبر قضايا فساد مالي وإداري يشهدها العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر